المساعدات الإماراتية تتواصل إلى سوريا حيث حطت أكثر من 213 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية في المطارات السورية منذ الزلزال المدمرة الذي ضرب البلاد منها 92 طائرة إماراتية بحسب وزارة النقل السورية التي أشارت إلى أن الإمارات تقود الاستجابة الإقليمية لكارثة الزلزال ومع انتقال عملية الفارس شام 2 من مرحلة الاستجابة السريعة إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل بدأ وفد صحي من مختلف الجهات الطبية في الإمارات بزيارة إلى سوريا لإعادة تأهيل المستشفيات وتنفيذ مشاريع بناء مخيمات ومعسكرات للاجئين في كل من سوريا وتركيا